مع نهاية داعش عسكريا في العراق برزا للوجهة خطر جديد على خطة تنظيم الإرهابي وهم أصحاب ما يسمى بالرايات البيضاء مجموعة إرهابية جديدة بدأت خلاياها بالتحرك في المناطق الشمالية للعراق تفاصيل في سياقة التقرير وفق سيناريو مشابه لبدايات داعش المنهزم كثر الحديث عن ما يسمى الرايات البيض أو الرايات البيضاء أو آخر العام الماضي لا سيما بعيد تأزم الوضع بين بغداد وأربيل فضلا عن دحر التنظيم من معظم الأراضي العراقية يحمل هؤلاء راية بيضاء يتوسطها رسم لأسد وهي على نقيض اللون الذي تتصف به ريات داعش السوداء تقدر أعدادهم بالمئات ولا تتخطى الألفي عنصر وفق تقديرات عراقية ويتخذ هؤلاء من الجبال والمرتفعات مقرا لهم بدأ مسلون عراقيون يتحدثون رسميا في ديسمبر الماضي وبداية السنة الحالية عن نشاط تلك المجموعة هذا التنظيم الجديد بدأ بهجمات مسالحة بمحافظة ديال شرق بغداد وفي مناطق من محافظة كاركوك يتحركون عبر سلسلة جبال حمرين بين المحافظتين ضد هدف للجيش العراقي والحجر الشعبي عقب استعادة القوات العراقية لمدينة كاركوك وبقية المناطق المتنازع عليها ويعتقد مسلون أمنيون في محافظة ديالا أن أفراد هذا التنظيم هم من بقايا داعش يقولون أن شخصا كان ينشض من تنظيم داعش اسمه أحمد حكومة يقود هذه الجماعة المسلحة مشيرين إلى وجود ثغرات أمنية في مناطق الشمال الشرقية المحافظة أصبحت مصدر رعب وخوف للأهالي نتيجة تسلل أفراد التنظيم الجديد إليها هذا التنظيم الإرهابي الجديد أو ما يعرف بالريات البيضاء كان قد حذر منه السفير واشنطن لدى العراق حيث أشار إلى إمكانية ظهور منظمة المسلحة متمردة جديدة في العراق بعد القضاء على داعش واندلاع معركة ذات طابع جديد تهدف لخرق الأمن والاستقرار من خلال إحداث تفجيرات هنا وهناك وفي غياب أي موقف حكومي عراقي من المعلومات التي بدأت تظهر عن هذه الجماعة المسلحة وانتمائها وفكرها تبقى تقمنات مختلفة حول هويتها إلى أن تعلن هي بنفسي عن وجودها وأهدافها وفكرها الذي تنتمي إليه